نروح لآخر حاجة تخص هذا اللقاء وهي مروان حمدي أنا هتدي كلامة يا مروان بإنه كل الاحترام إن انت نزلت بيان تعتذر فيه لسه من دقائق ولكن يا مروان ده تاني خطأ مماثل مع جماهير في نفس الموسم يعني انت لعبت السنة دي عشرين لقاء في الدوري خمسة مع المصري وخمستاشر مع بيرمتز جيت جونيل ودي المفروض تبقى إحصائية كشفة ليك يعني الثلاث تجوان اللي انت جبتهم والأسستين اللي انت عملته كان في مبارا واحدة في الكاس قدام النصر في الدوري اللي عبت عشرين لقاء غيبت ومنين بس فدي إحصائية كشفة ليك انت فين وانت لازم تشتغل ازاي عشان ترجع نفسك تاني الحاجة التانية مش كتير بيحصل إن واحد يخش فيه مشحنات مع جمهور وجمهور كبير زي جمهور المصري وربنا سبحانه وتعالى وكان بنفس السبب التراشق والتطاول مع الجمهور وربنا سبحانه وتعالى يكرمك وتروح نادي تاني زي نادي بيرمتز بفرصة جديدة ما تستغلهاش على المستوى الفني والأرقام كشفة وبينه وكمان تطبحها بتصرف يعني ما أقل حاجة أقولها لك إن لا تقبل إن أهلي بيتك يشوفوه وما فيش حدي فينا في الدنيا ما فيش في أهلي بيت واحد أهلاوي فاللي انت قلته أكيد هيئذيه فاللي انت عملته وانت قصة ما كنتش بتلعب فأنا مش فاهم مش فاهم مش فاهم وبعين فكرة جماعة أصل الناس شتمتنا يا جماعة قصما بالله العليه العظيم أنا مش ببرر للناس تشتم إن الجمهور يشتم اللعيبة طبعا ده غلط بس قصما بالله العليه العظيم في كل حتة في الدنيا اللعيبة بتتشتم ما بقولش ولا بققر إن ده غلط إن ده صح ده غلط بنسبة مليار في المية بس بيحصل في كل حتة في الدنيا إن اللاعب ما بيخشش فيه سجلات واخناءات مع الجماهير ما فيش حاجة كده معاك جدا اللي بيسمعني وبيتفرج على يقولي يا طب بس بقى فيه عقوبات رضاعة وان لسه ايه الكلامي ده في الموضوع اللي فابت عشيبي فيه عقوبات رضاعة على كل أطراف المنظومة التي تخطئ بس اللاعيب إنت لعيب وفجر وقضوة تتقادى ملايين بتلعف بتكتسب شهرة من الجمهور ده لو الجمهور أخطأ ماينفعش تخش معاه في خناقة وبرضو أرجع وأقول الجمهور هنا مخطئ وبيرتكب بخطأ ودي حاجة مش مبررة بس ماينفعش تخش معاه في السجل ما بالك بقى لما تعمل ده مرة تين يا مروان حسنا فعلت بتقديم الاعتذار وحسنا فعلت إدارة فيلمت زنية تبقيت عليك عقوبة أنت والشيبي اللي بالمناسبة أكثر المتضررين يا شيبي من فرقتك أو من اللي أنت عملته يا فرقتك حسنا الشحات بعد الحكم اللي بالمناسبة اللي أنت أخدته عليه ده حكم أول درجة واللي استقناف فيه يوم تلاتين يونيو يوليو الجاري أنت حسنا الشحات أحسن لعيب فرقة الأهل نجم وطلع وساروخ مع فرقة الأهل أحسن لعيب فرقة الأهل الفترة فاتت أنت ناحية تانية عملت إيه فرقتك أنت في أهم ماتشين في الموسم الماتش الأولاني خافوا ينزلوك في الأول فنزلت وخسرت فتاك تغييرة والماتش التاني اضطرت وما قدتش تساهم مع فتاك أنت تكسب الدوري أو تكسب الأهل وبالتالي تزداد فرصك اللي لسه موجودة ولكن بقت ضئيلة جدا في الفوز والمنافسة علاقة بطلقة الدوري فلما نيجي نتكلم على الشيبي ونتكلم على مران أنت تقدر تشوف بعين مبصرة جدا إزاي العقلية والشخصية والتصرفات وردود الأفعال لازم تبقى محسوبة بطريقة مختلفة تماما لازم يبقى فيه عقوبات تطبق على الجميع الكبير قبل الصغير التخين قبل الرفيع وتكون عقوبات تليق مع الزمن اللي احنا عايشين فيه مش عقوبات من يعني من قام المنافلة احنا في عصر لإيه آي فما ينفعش تجيب عقوبات من قام المنافلة تشتغل بيها في عصر لإيه آي